أن نتحول مرة أخرى إلى ضياء حشية من على الحدود ضياء يبدو أن شيئا غريبا لديك هناك تطور يعني ربما هو خطير إليك ضياء حشية محمد هذا التطور لم يحدث منذ بدء العدوان على قطاع غزة هذه المنطقة الحدودية الشمالية على وجه التحديد لقطاع غزة هناك صوت انفجارات قذائف نلحظها وهذا أيضا صاروخ آخر يطلق باتجاه هذه المنطقة لنعرف كيف هو لكن يبدو أنه قصف إما بطائرة أو بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تطلق الآن أيضا قناة يعني لا نستطيع التحديد لكن هذه ربما قناة غريبة من نوعها لم نأهدها في هذه الحرب ليست قناة بالمضيئة فعليا محمد لأنها تسقط بصورة سريعة القناة بالمضيئة هي تأخذ وقتا حتى تصل الأرض على وجه التحديد ولكن ما يحدث هناك ربما حدث أمني كبير يحدث عند الحدود وفي منطقتين الآن كما نشاهد هذا قصف آخر قصف آخر كبير وعنيف جدا ورأينا إحدى الصواريخ التي سقطت في حيث هذه المنطقة وهي منطقة بيت لاهية ومنطقة العطاطرة وغيرها من المناطق ربما يعني ما يحدث قد يكون أشبه بمعركة تحدث هناك ربما أيضا حالة تسلل لعدد من المقاومين الفلسطينيين باتجاه الجيش الإسرائيلي أو أن هناك أمر آخر يحدث فعليا محمد نلاحظ كم القذائف التي تطلق وكم الصواريخ التي تصل إلى المنطقة وأيضا النيران المشتعلة في هذه اللحظات طيب عفوا دياء اسمحني فقط هذه المنطقة وهي الآن نقولها لكم هي صور حصرية لقناة الغد نعم طيب يعني حتى نحاول أن نكون أكثر تفصيلا قدر إمكاننا قدر إمكانك دياء كنت أشرت لنا منذ قليل أنك رصدت بالفعل إعادة تمركز لبعض المدرعات والدبابات هل ما ممكن أن يكون فوج ما من هذه الدبابات توجه إلى هذه المنطقة برأيك من الممكن فعليا أن هناك عدد من الدبابات المتمركزة وأنه تم استهدافها بقذائف أو أن ما حصل هو تسلل ووصول لعدد من الفصائل الفلسطينية المقاومة رجال الفصائل إلى محيط هذه المنطقة التي تحولت في هذه اللحظات إلى ربما يعني كتلة من النار تشتعل هناك خصوصا بأن أيضا الإعلام الإسرائيلي لا يتحدث عن أي حدث هذه منطقة أمنية فقط الجيش الذي يملك المعلومات ولا أحد يملك معلومة دون ذلك إذا ما حدث أي تطور أمني عسكري أو أصيب عدد من الجنود فإن الرقابة العسكرية فعليا تمنع النشر حتى تتحقق من الذي يحصل في الحدود والمناطق الشمالية لحدود قطاع غزة ولكن نلحظ بأن الطائرات ازدادت وتكثف وجودها طائرات الاستطلاع والطائرات التي يسميها الفلسطينيون الطائرات الزنانة على وجه التحديد وكما ذكرت هي مهمتها متعددة ومهامها متعددة تقوم بعملية استطلاع وتقوم بعملية قصف أيضا باستخدام الصواريخ في هذه الأثناء يعني لربما فقط نشاهد من بعيد رغم أن الأجواء ليلية نلاحظ بأن هناك دخان يصعد من محيط ما حصل من منطقة القصف ولكن كان هناك حدث آخر الحدث الآخر هو قريب جدا على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط من منطقة الحدود شاهدنا كمية من القذائف وربما الضربات المتلاحقة الصاروخية باتجاه نقطة أخرى وأيضا شاهدنا صواريخ تتجه بشكل أفقي ربما راجمات صواريخ للفصائل الفلسطينية المقاومة باتجاه منطقة الحدودية أو باتجاه نقطة إسرائيلية على وجه التحديد ولكن لا نعرف ما الذي حصل بانتظار لربما إعلان من قبل الجيش الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية التي ستصدر لربما تعقيبات لاحقة إذا كانت نجحت في تنفيذ عملية أمنية معقدة باتجاه المناطق الحدودية ردا على ما حصل من اغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي هذا الصباح وأيضا انتقاما لما حصل من دماء الشهداء الذين قتلتهم الطائرات الإسرائيلية بعمليات قصف مستمرة وكانت منذ ثمانية أيام وليس منذ اليوم إضافة إلى أنه لربما الفصائل الفلسطينية التي كانت هذا اليوم أطلقت غواصة مسيرة باتجاه نقطة عسكرية إسرائيلية في عرض البحر هو خير دليل بأن الفصائل الفلسطينية تملك تقنيات وتملك أيضا معدات تستطيع من خلالها المواجهة نعود إليك ضياء حشية من على حدود غزة الشمالية هل تكشفت أي التفاصيل؟ فعليا محمد يبدو أن الليل ليس حليف الكاميرا في التقاط الصور والتقاط وتوثيق ما يحدث عند الحدود الشمالية لقطاع غزة خصوصا بأن ما شاهدناه لا يمكن أن يكون حدثا عاديا نتيجة إطلاق القنابل الضوئية وإطلاق عدد كبير من القنابل والصواريخ التي أيضا انهالت بشكل كبير من السماء صوبة هذه المنطقة لا نعرف ما الذي حدث فعليا ولكن بكل تأكيد لربما هناك حدث أمني جرى عند الحدود ولم يتم الكشف عنه حاليا لا من فصائل المقاومة الفلسطينية ولا أيضا من الجيش الإسرائيلي ولكن أستطيع أن أؤكد بأن الصور على حالها بين اللحظة والأخرى نستمع إلى صوت انفجارات تدوي في محيط هذه المنطقة أيضا طائرات الاستطلاع التي لم تفارق سماء قطاع غزة لكن أعود لحديث ربما صدر عن طريق وسائل الإعلام مختلفة قالت بأن حماس رفضت اقتراحا وربما ضغوط بالقبول بما اسمته ربما مقترحات لوقف إطلاق النار بشرط عدم تعقيب المقاومة على موجة قصف إسرائيلي للقطاع بالرد على إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وهو الشرط الذي حددته إسرائيل للوسطاء المصادر قالت بأن حماس أبلغت الوسطاء أنها على استعداد للتجاوب مع جهود الوساطة شريطة التوصل إلى اتفاق يرعي الواقع الحاصل وشددت أن النتائج التي تحققت خلال العملية العسكرية تكشف إطلاحا كبيرا للفصائل الفلسطينية المقاومة وأن غرفة العمليات المشتركة للفصائل ستعلن فور توقف العملية عن كافة التوافصيل المملوكة لديها بمعنى أن الفصائل أيضا استطاعت ربما إحراز تقدم كبير أيضا كتائب القسام حسب بيانها قبل قليل تشير بأنها قصفت مستوطنة ناحا العوز برشقة صاروخية هائلة والآن هناك صاروخ سقط عند قطاع غزة من إحدى الطائرات يعني ما أن نشاهد ما يحدث حتى نستمع إلى صوت الانفجار الذي يعقب هذا الصاروخ الذي انطلق ربما من طائرة استطلاع أو طائرة أباتشي تحوم في المكان هذا الصاروخ آخر نعم أنت تتحدث دياء عن قصف الجوي عن غارة الجوي وطاع غزة الحدود الشمالية نعم ترجمة نانسي قنقر